كان في شوية مباريات النهاردة لعب فيها عدد من محترفين في أوروبا عمر مرموش مثلا لعب كأساسي مع فولفسبورج أمام الشلكة بالدولة الألمانية لكنه خرج بعد 59 دقيقة من عمر المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا مصدى محمد كانت ليه مشاركة إيجابية جدا شارك كبديل مع نانت قدام مرسيليا بالجولة الثالثة من الدورة الفرنسي شارك بالزبط في ديئة 62 تسبب لصالح فريقه يعني في ضربة جزاء يعني ضربة جزاء حصل عليها فريقه بسبب مصطفى محمد في ديئة 76 اللي عمل ضربة الجزاء خد انظار تاني والطرد يعني جاب ضربة جزاء وجاب طرد للمنافس اتعادل فريقه لكن في النهاية كسب مرسيليا المطش من نتيجة 2-1 بعد ما كانت نتيجة 1-0 مرسيليا في البداية تعادل فريق نانت بعد كده مرسيليا كسب رغم الطرد في تركيا شارك محمود حسن تريزيجيه كأساسي مع تربزون سبور أمام انطاليا في الجولة الثالثة مشاركة إيجابية ولكن نتيجة صعبة جد تريزيجيه ساهم في الهدف الأول وصنع الهدف الثاني الهدفين اللي جابهم فريقه بس فرقة بقى او اتغلب فرقته اتغلبت كام اتغلبت خمسة المباراة خلصت خمسة اتنين لأنطاليا على ملعب أنطاليا خسر تريزيجيه خمسة اتنين في هذه المواجهة حلو يعني تمام